اخسلي السمك ازاي؟ جبته من عند السماك وغسلته شطفة بسيطة كده وارجع وحطله دقيق ايه يا نونة ده حتى السمك بتغسليه على الناشف اهو الدقيق يا جماعة مع اللمون بالاخص كمان بقى للسمك يعني انا للفراخ ما بحطش لمون عشان بيشد الجلد بتاعها وبيخليها تاخد سوى زيادة او الخل لكن بالنسبة لغسيل السمك حطي لمون مع الدقيق ترش رشد دقيق كده على الناشف ترجاي عصرتين تلاتة لمونتين تلاتة اكبار كده وادعاكي ادعاكي السمك كده من جوه ومن بره تنزلي كل الزفارة تدعاكيه وتسيبيه عشر دقايق بعد العشر دقايق انحانة فيه بتاعتنا سرسوب رفاية واشتوفي كل ده قصما بالله لو شمتي فيه ريحة زفارة يبقى بحقه يبقى بحقه مفيش مفيش زيرو زفارة بالنسبة للسمك طيب عملنا السمك وغسلناه وبعد كده بروح حطا في مصفة وبعد ما هنزلت منه الدقيق ونزلت منه كل دوت ببدأ ان انا اعصر عليه لمونتين تلاتة كمان علشان في مصفة مش في بولة ولا في طبق علشان لو فيه اي نقطة دم فيه اي مية مطرح الغسيل تنزل مع عصير اللمون دوة علشان كده ريحة السمك ما بيبقاش فيه زفارة ليه بقى تشوي تعمليه سنية مفيش حاجة اسمها ان هو يكون فيه زفارة دي